موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعدلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشرثون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين نكمل التفسير قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله جل في علا يخبرنا أنه خلق الإنسان من نطفة يعني هذا الإنسان أولا لم يكن شيئا مذكورا كما قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وأيضا قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة ومع ذلك يخاصم ربه جل في علا فقد قال علماؤنا بأن أبي بن خلف أخذ عظاما رميما ففتته وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يبعث الله هذا بعدما رم بعدما أرم يعني فنزلت هذه الآيات وقلنا أسباب النزول فيها أيضا دلالة على التفسير والخصيم هو المخاصم والمبين هو الظاهر للخصومة والمعنى أن الإنسان قد خلقاه الله جل في علا من نطفة فلابد أن ينظر إلى نفسه وأصل خلقه فإن اهتدى سيعلم بأن إعادة الخلق أقوى من إعادة الخلق كبدات الخلق بل هي أهون بل هي أهون عليه كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وأيضا قال الله جل في علا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فترككم أول مرة فسينغدون عليك رؤوسهم ويقولون متى هوى قل عاسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ولذلك لما جاء الصاحب الجليل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يطلب العزل فقال وما عليك ألا تعزل إن أراد الله جل في علا أن يخلقها ولو كانت على صخرة نطفة لخلقها لذلك قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ليس له أن يكون كذلك هذا محل الإنكار عليه ولو نظر إلى خلقه فإعادته أهون على الله جل في علا وهذه أيضا فيها التذكير والتنبيه ولفت الانتباه إلى إنعام الله جل في علا على العبد بأنه ينقله من حالة الضعف إلى حالة القوة ينقله من حالة الضعف إلى حالة القوة قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون قال والأنعام خلقها يعني خلق الأنعام والأنعام هنا يبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والأنعام خلقها قال لكم فيها دفء والعلماء هنا في الدفء قد اختلفوا فيها والمعنى الحق والاستدفاء بأوبارها وأشعارها واستخدام هذا أساسا وأيضا الدفء باللباس نعم بل ولو كانت ميتة باستخدام الجلود إذا دبغت أيضا يكون استدفاء وهذه أيضا فيها دلالة على الإنعام ولذلك هذه سورة سورة النعم فقد أنعم الله على العبادي بذلك قال والأنعام خلقها أنه خلق الإنسان وعظيم الخلق خلق أيضا الأنعام وهذه دلالة على العظيم ربوبية الله جل في علاه والأنعام خلقها لكم فيها عدد النعام بوجود الأنعام عدد النعام بخلق الأنعام قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها دفء كما قلنا لاستدفاء باللباس والزي وأيضا الافتراش كالجلود حتى لو كانت ميتة دباغ الجلود وأيضا من ذلك النسل واللبن وغير ذلك مما يستفاد من الأنعام قال ومن المنافع الركوب فالإبل تركب والخيل على الراجح أنها تؤكل وإن لم تكن من بهمة الأنعاب لكنها أيضا تؤكل وتركب فالإبل تركب أما البقر والنهلم فلا ما خلقت البقر للركوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بقرة تكلمت أقبها رجل فاستدارت فقالت يا هذا ما خلقنا نحن لذلك هي للحرص فيكون الإبل للركوب وهذه منافع والحرص للبقر وهذه منافع وأيضا من المنافع الحلب اللبن والأكل اللحوم قال ومنافع ومنها تأكلون هل منها هنا للتضعيد لا هذه للجنسية ليست للتضعيد بل هي للجنسية قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون هذا الغضو والرواح هنا الآن تسرحون صباحا وتذهب إلى المرعة فإن أكلت وشبعت وسمنت ظهر فيها الجمال عندما تذهب إلى المراح عندما تذهب ليلة إلى المراح يظهر فيها الجمال وهذا أيضا من إنعام من إنعام الله على العباد قال ولكم فيه إذن فيها منافع من الاستنفاء واللباس والافتراش وفيها أيضا من الركوب والحلب وأيضا الأكل قال ولكم فيها جمال ترى جمالها عند الراح عندما تسرح صباحا عندما ترعى وبعدما ترعى وترجع وسمنت وظهر فيها جمالها لكم فيها جمال حين ترحون وحين تسرحون قال وتحمل أسقى لكم إلى بلد لم تكونوا بلغيه إلى بشق الأنفس وتحمل أسقى لكم وكانت في الأسفار تحمل الأحمال والأسقال يسافر بها المرء من بلد إلى بلد يقطعون الفياف والقفار بها وأنت تعلم أنهم كانوا يذهبون من مكة إلى المدينة إلى الطائف إلى تبوك وكلها على الإبل وعلى الخير بذلك قال وتحمل أسقى لكم قال وهذه من النعم من فضل خلق الله جل في علاء عدد الله النعائم في وجود الأنعام وهذه من عظيم خلق الله يحتاج إلى شكر كلما أكرمك ربك جل في علاء عليك بشكرك ومن شكر فإن الله جل في علاء يشكر لمن شكر والله شكور قال وتحمل أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم إن ربكم لرؤوف الرحيم هنا قال إن ربكم ضعف إلى الربوبية والإضافة إلى الربوبية هنا لتعديد النعائم وهذه الدلالة على عظيم خلق الله جل في علاء إن ربكم لرؤوف الرحيم هذه دلالة على أن الله خلق الخلق ليرحمهم وقد أنعم عليهم بهذه النعائم رأفة ورحمة وما أراد الله بهم إلا كل الخير وإن الإنسان قوام عيشه بالله جل في علاء وجعله الله له مذلانا مسخرا وكل ذلك بأن الله قد هيأ لك الكون كله لوظيفة عظمى ولحكمة عظيمة جسيمة خلقك لها فالغر هو الذي ينشغل بما خلق له واللبيب الأريب هو الذي ينشغل بما خلق له لا بما خلق له والعبد الكريم هو الذي يحمد النعائم وهو الذي يحفظ الإحسان واللئيم اللئيم هذا الذي يجحد بالإحسان ولذلك أترى كل كافر فاسق فاجر لئيم خبيث النفس خسيس وإن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده فهؤلاء قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وقال أخرون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب فهذا أيضا من الجحود ولم يشكر نعائم الله جل في علاء ولذلك ترى العبد الشكور يحمد ربه جل في علاء وقال شاكرا لأنعمه قال إنه كان عبدا شكورا قال أفلا أكون عبدا شكورا طام تتورم القدم نعم وهذه من تمام الشكر لله جل في علاء هي تمام الإحسان في النفس ومعادن الناس تعرف في ذلك معادن الناس تعرف في ذلك أبو جهل النمرود فرعون ثم ترى من المعادن أبو بكر عمر عثمان علي عمى الله وقام العباد يقرون بالقلب والاعتقاد وبالأركان والأفعال يقرون بنعائم الله يشكرونه فعلا وعملا وأثرا ونتيجة فإذا شكر الله جل في علاء من أجل العبادات فقال الله إن ربكم لرؤوف الرحيم وطار هنا رؤوف الرحيم رأفة ورحمة زلل وسخر لكم كل شيء وهي رحمة بكم لما؟ حتى لا يشق عليكم عبادات وحتى لا تنشغلوا بأمر الدنيا عن أمر الآخرة وحتى لا تقدموا الدنيا على الآخرة وهذه كلها من أسباب التيسير لعباد الله لكن من علم الله أنه ليس بمحل قابل طمس على بصيراته فحاد وضل الفوايد المستنبطة لا تجد معاندا إلا هو جاحد عاجز لا تجد معاندا إلا هو جاحد عاجز يجعل الله له الزلة والمهانة في الدنيا والتقرير والتوبيخ الحكمة من تعداد النعائم إلزام الشكر في هذا الثانية الحكمة من تعداد النعائم إلزام الشكر لا يهلك على الله إلا هالك لا يهلك على الله إلا هالك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم